ينعى المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل وفاة القس لؤي رزق حداد المدير العام لمؤسسة الأراضي المقدسة للصمي والمكفوفين والأمين العام الأسبق لمجلس رؤساء الكنائس الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد حياة أمضاها في طاعة الله وخدمة الكنيسة كما يتقدمون من عائلة القص المرحوم بالدعاء والرحمة والعزاء على رجاء القيامة